حققت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إنجازات لافتة خلال الربع الأول من 2023 تمثل أبرزها في انضمام 67 مشروعا إماراتيا جديدا إلى عضوية المؤسسة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة موزعة على القطاعات التجارية والخدمية والصناعية مقارنة ب53 مشروعا في ذات الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة تفوق 26% لتضاف هذه المشاريع الجديدة إلى قائمة مشاريع رواد المعفية من جميع الرسوم الحكومية وعلى صعيد خدمة التمويل اعتمدت المؤسسة في مارس الماضي رفع قيمة التمويل المخصص للمشاريع الريادية للعام الجاري بنسبة تجاوز 100% لتصل إلى 6 ملايين درهم مقارنة بمليونين ونصف المليون درهم في عام 2022 لتمكين رواد كما اعتمدت المؤسسة أربعة مشاريع جديدة في الربع الأخير من عام 2022 لتمكين أصحابها من دخول الأسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في النهضة الاقتصادية والحضارية اشتركوا في القناة